عسلما عسلما مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد ومعارسات جديدة واليوم شابت لكم كعبات بريوش بنا 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 ما نحكي لكم شماق هي وكيف ما نعرفينا بتاع فتور الصباح راهي حاجة بنين على الاخر يوم بروس مخفى وش مني ساعة في التحذير بينما حذرتهم بينما خمروا وطعبوا سوعة كهو معني سنجموا تحذروهم الصباح اول حاجة بديت بها حتيت 350 جرام فالينا حتيت عليهم باكو خميرة متاع خبز باكو كامل خاطرين حاجتي بها تخمر فيسا باش نستعمل معها الحليب الدافي باش نحطوا ساشي سكر فاني نفوحوا بها باش يجيناك لقول لبني باش نحطوا معها ساشي خميرة متاع قاتو دي كتعتينا بعض البريوش متاعني يبدا هشوش ودنين برشا و كيف ما قلت لكم الروسيتة اليوم ما اخذيتش مني ساعة دي جا عينا حذرتها اليوم الصباح لفطور الصباح معناتها قمت قبل بساعة بهي لهنا حتيت كع بعضا و البريوش راوي تعجن بالحليب ردوا بالكم تعجنوه بالماء خاطروا هو اهم حاجة تكون تكستور متاعو في البات تبدا ترييه برشا و من بعد كيف يتيب يكون هشوش و يذوب في الفم على قتال ما بني بهزت مغرفة كبيرة سكر و شوية مغرفة صغيرة هكا نص مغرفة صغيرة ولا حتى اقل ملح بالنسبة للسكر انا راني بيسكو بش ناخد مليون بالمعجون عملت مغرفة كهو انتو ماذا كانت تحبوها حلو تنجموه تزيدو مغرفة واحدة اخرى بالنسبة للياغورت بش نحط كيف ما قاعدين تراو مغرفتين ياغورت خاطر الكونتيتين مش كبيرا ترفيرين بدي حتينا كعبة العظم حتينا المكونات الكل مازال بش نزيد مغرفتين زيت تنجموه تعملو زيت زيتو انا اذا كان ما عندكم مش حطو زيت نباتي و نعجنوه لكل ما بعضهم بش نعجنو كيف ما قلت بالحليب انتو ما اذا كان عندكم البتران اتنجموه تعجنو بي سينا تعجنو بي ديكم رهي ما فيها حتى شيء المهم تكون تكستور ما بعد تتلصق باي الهنا اراني زيتم غرفة صغيرة احليب بودر احليب البودر يبنن برشا المعاجنات لكل الخبز الكروسون الكل هم يبننهم معناتها كيف ما قاعدين تراو رجعت معاكم بدي رسايت ساهلين تنجم العبيد الكل تعملهم تاع فطور صبيح برشا حايدين يبدو حايدين في فطور صبيح دي رسايت ساهلة و بالمكونات اللي عندك في الدار الكل معناتها تنجم تخطب باش نبدا نزيد في الحليب بشوية بشوية حتى نتحصل علبات اللي حشتي بيها نخليها تعجن بالسياسة و نقعد نزيد في الحليب بشوية ما زيلم بعض بش نزيد مغرفة زبدة بايه بالنسبة للعبيد اللي تفركس في دي رسايت ارجعوا لليوتيوب متاعي فما برشا رسايت راو قدم تلقاوهم و ان شاء الله رمضان على بويب ان شاء الله بش نبرتج معاكم برشا رسايت برشا حاجات لتحذيرات رمضان لحلو و اللي بش نعملو ان شاء الله لسيدي رمضان لسهريات معنيتها خليكم تابعوني و ان شاء الله يعجبوكم الرسايت اللي نحباتهم لهنا الباتم بتاعنا بديت تتلم باش نزيدو مغرفة الزبدة بش نعمل مغرفة كبيرة راي الزبدة زنده كيف كيف مهمة برشا اه كيف ما قلت لكم الزبدة اه تخلينا البادوش متاعنا يجي حشوش و يدوب في الفن من بعد بهي اه الهني بش نخليها تزيد تتعجن شوية و اكاهاو بش نحط ديجاء نقعدها سخن في الفور متاعي بش نطفي عليه و نحط البات متاعي تخمر سخنته بالجداء بش نحط البات في اه في صحفة واحدة اخرى ونغطيها بطرف بلاستيك ونبعد نغطيها بالاليمنيوم بيانسير مثل بش تنسيوش تدهنوها بالزبدة من فوق هي ديجاء تتلصق يزنكم تدهنو يديكم بالزيت بش اه بش تحطوها في صحفة واحدة اخرى وهي تدهنوها بالزيت مش بالزبدة ندهنوها بالزيت من فوق نخليوها تخمر في عقلها اه كيف ما قلت لكم هنا سخنة الفور بالجداود في تعليه خمرت فيسا اللي هني بش خرج منها يكل غاز بش نشكلها دايبول صغار اللي كنت بش نحطها على الاليمنيوم اللي قاعدة نحل فيه توا من بعد كيف حسيتها تريه برشا دهنت يدي بالزيت بالجداء وحطيتها في الطبق ديراكت اذا كان عندكم البابير كويسان اه طو ميه سينو تدهنو تبقى متاعكم بالزيت وتاخد منو فيه ما تلصقش معناتها الروسيت راهي سهلة برشا وراهي حاجة بنينة عالاخر شورتو قوتة زغيرات فطور الصباح ومن بلوس الزغار اللي مياه كلوش المعجون كيف ما قلتلكم بش نعملها دايبول صغار شوفوا البات بورتوم ادي هنا بالزيت وانا ادي هنا يدي بالزيت شوفوا قديش تريه معناتها قد ما تكون البات تريه قد ما تجينها من بعد هشوشة بش نحطها دي راكت في الطبق كيف ما قلتلكم ومن بعد بش ناخو كاس بلار هو لي بش نخدم بيه نشكلها الكل بالطريقة هذيكا ما تخوش ياسر وقت ديجا الوفات تبدا يدك مدهونة بالزيت ما تخوش منك برشا وقت بش ناخو كاس بلار بش ندهنو بالزيت ما اللوطة و بش نعمل بيه هيكا الحفلة دي في الوسط دي رزم يكون مدهون بش ما يرسق الماش في البولم بتاعنا ويخلينا ترس بالجداء من بعد نعودو عليها بسوابعناها بالزيت بش تقعد غارقة معناتها هذي كان بعدي اما تحطوا فيها شوكولات وإلا تذوبو شوكولات وتحطوها فيها وإلا تحبو تحطو فيها معجون كيما تحبو انتم انا اليوم حتيت فيها معجون متاع فريز ومتاع مش مش كيف ما قاعدين تراو ندهنها بالزيت ونحطها في وسط كل البول اللي شكلتها نرجع بسوابعي من فوق بش تتحفر بالجداء وهذه هي رسيتنا لليوم رهي حاجة سهلة برشا وبنينا برشا سورتو بنينا منحكي لكم شعريحة في الكوجين اصباح ونضيغي في باتيسخي ون بلوس ريحة القهوة فيوحة نودكم ومن شاهيكم حسيرو متنسوش تجربو الرسيت وتبعثو لي على انستغرام متاعي فام غلامور كوزين تلقاو غادي ديستوري اجور شو شو قبل منهبة الفيديو تلقاو ريال متنسوش تابعوني والعبادة جديدة على اليوتيوب متاعي متنسوش تفعلو الجرس وتبغتو على كلمة سابوني هكيكا كل منها بترسيت جديدة جيكم نوتيفيكاسيون بالنسبة للكعبة البريوش متاعي مازلت باش ندهنهم بأصفر عظم مع شوية حليب وقطرة خلق باش نحينا كالريحة الخايبة تاع العظم ندهنهم من فوق الدورة اللي داخل ليب باش نرجحهم يخمرو انا كلا عادا سخانت الفورة بتاعي وتشيت عليه باش نحطهم يخمرو شوية لفتو تحسوا لي فورمتهم تبدلت كيف ما قاعدين تراو طواهدو ما بعد ما خمرو نحطوهم في الفورة على ميتين وعشرين درجة وهذه هي ريزولتا متاع البريوش متاعنا نودكم ومن شاهيكم الريحة فيوحة وبنينا عالاخر وهوما بنين وسخان صباح مع قيوة مع كيز جو حاجة بنين برشا كيف ما قاعدين تراوين استعملت معجون الفريز واستعملت معجون المشماش نجمو تحطو في وسطهم شوكولات انتوما وشنو يتحبو تزينوهم ان شاء الله تكون عجبتكم رسيتنا اليوم ما تنسيوش تتابعوني باش تلقاوا برشا رسيتك جدد وخليكم معايا وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة